لأنه هذه طل عمرك فيه مثلاً مر علي موقف قريباً من الموضوع هذا نبيه إيوه إحنا كنا طل عمرك كان الوالد الله يجعله في جنات النعيم ووالديكم الرجالة طل عمرك ما شاء الله رجالة يعني صحتي زينه هذا وفي يوم من الأيام تفاجأ طل عمركم بمرض معين وكذا فأدخل المستشفى في جي سنة من جدة ورافقت معه ثلاثة أيام طل عمرك ثم جاني عارض وسدحوني في الكرسي اللي يم هذا المرافق والله كان عندنا قاضي المحكمة واحد يقال عبدالله الحكمية الله يذكره برخي قال الشيخ عبدالله الحكمية قال عندنانا أربعين سنة والرجال هذا عنده سنة يعني عاملها كل يوم لازم يمر المستشفى يزور المرضاني جاء أمس سياطي العمر وزار الوالد من ضمنه هذا واللي بيننا وياه يعني علاقة والرجال خيط وجال يوم يوم الثاني لو لن يعني الكرسي اللي جنب الوالد فأخذ مواقه وقعده يضحكون وساوقهم بدريوش وكذا فتنوب ثلاثة أيام وبعدين قالوا للأخوانا أقول لك روه الوالد حنا بنرافق معه لأنه سوى عملية وبيطرع الحمد لله عملية معينه والله أنك تروح لأنني كنت في جدة روح يا رجال إدفل أنت هذا جدة برد عندنا في الديرة يمر علينا يا رجال أيام في الديرة لا إله إلا الله صقي أي والله والله ما شيت رحت جدة واخدت ثلاثة أيام وكذا قالوا طلع الوالد والله جيت من صلاة والله مدري الشيء ما هذا قلت لرائية البيت أنا بروح أبوي طلع من المستشفى قالت أقول لك والله هي لازم أروح معك أستحي من عمي أستحي من عمي وأستحي من عمتي يعني لهم حق زيارة يا ابن الحلال عندنا بزران أصغار ومدالس قالت يا ابن الحلال انتظر علينا بكرة يوم الثلاثة بكرة الربوع الخميس زي ما يقول منخليها على الله أما النواء هذا أستحي من عمي قلنا جزاء الله خير بيضى الله وجهه والله بتلنا على سيارتنا يطلع عمر وجينا في الديرة قابلنا الوالد على طلعانه تعباء وتخبرون المريض دائما معدورة يعني يشكي وكذا وهذا أبهم قاعدنا معهم يومين أو ثلاثة أيام قاعدنا معهم إلى نهار الجمعة في المساء إلا والله نهار الخميس في المساء بكرة جمعة قلنا بنامشي عشان نأخذ الطريق يكون يوم السبت يروحون لمدارس قال واحد من النساب الله يذكره بالخير خاله الأولى خالي سليمان وزهير لأنه كنا سامرة وجاء يسلم على طلع هذا قال يا أخي طريق الحجاز الآن ضباب من هنا لأن توصل الطائف وضباب وبرد إيش رايك تنزل من هنا والأول نزلت محايا يا طول عمر تأخذ الساحل دفع هو مشوار لكن دفع أيوة قال مهم قلنا توكلنا الله راي أيوة كان ترى الآن الحكومة الله يجزاها خير والله يا جماعة الخير قبل أربع سابيع تقريبا كان عندنا قروب وروحنا لنا سالفة تجي من دون سالفة كان عندنا قروب ودائما نجتمع بعد كل شهرين ثلاثة شهور قالوا اجتماعنا المرة هذه في القنفدة فروحت من هنا مريت الديرة مريت البيت وكذا وجلست فيه فترة ثم ذكروا لي عقبة التوحيد هذه عقبة التوحيد افتتحها في آخر الصيف تنزل من النماص على المجاردة على الساحل مضبوط ايه والله جديدة 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 يعني نموذج ومريحة كل ما يعجبك فيها فأذكر ذيك الأيام يمكن هذا هذا والآن ما في طريق ينزلك على الساحل على محايل وهذا إلا أن تنزل من عقبة شعار التي تنزل تعملك على محايل من جنوبها ولا تنزل من عقبة مع النماص فيها خطورة لا يعلمها إلا الله خطرة جدا بإن كان جيب ودب فأضطريت أني أروح مع شعار لما نزلنا محايل وصلنا محايل تقريب وللساعة عاشرة برد بردان ويطع عمرك وتعبان في نفس الوقت ومعي الأهل وقمت أناس في الطريق دفيت يا رجال المهم تهت طل عمرك وقالت أني مسكت خط طل عمرك ورحت عن الخط الرئيسي مسافة طفيلة مشيت 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 لا عماير لا بناء لا هذا المهم هذا الطريق لأن وصلت فيه هذه كل المحل اللي يعطي العمر اللي تقريبا أشوف غابة أشجار بظاهر أنها طلح وسدر وثم انقطع الخط وتقول لاحظ صحاني من النوم ترى حتى الجوالات الآن والجوغل وهذه هبات نعم هي والله ويد على عمرك ويوم وصلت طل عمرك ودورت هذا يا والله أنه في حفرا فيها قلابات نايمين السواقين فيها وشيوالات والشيطان طل عمرك يا والد أنت صاح أنتم معك أيها عائلة وين أنت رايح طيب وقام الشيطان يفكر لي كيف لو تبنشر من عندك في الخلاة هذا صح والله أدور والحمد لله ومشي 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 أرشي مع الخط هذا وبعد تقريبا ساعة ورب أثر قدر بتاع ساعة ورب وليون أشوف السيارات من بعيد الأنوار تروح 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 المهم يوم وصلت المثالة هذا وين يا الربع؟ قالوا أنت في القوز منطقة اسمها القوز قريبة من القمع واصلنا وماشينا وطل عمرك وهذا فأقول لك ففرحت لما شفت الخط لما شفت السيارات اللي تقول كذا والله يا جماعة الخير كاكم بشر إن يمكن فرحة الربع اللي لقوا البير اللي ذكره أبو أبو صالح فأقول الحمد لله الله لا يغير علينا ولا عليكم نعمل الله يرزقنا شكرا أهامي أهامي فعلاً اللي عاصر الموضوع يدري يعرف الفرق ويعرف النعمة ايه والله المهم يا طل عمر طل عمرك ونروح نوك على أربع أيام يا طل عمر وجي طال عن أصلي الظهر والله ما كتب عليك أبو حزام ولا يوم الرقم قولي والله طلع عمرك من مثل من عند الخيمة في شائر فرعي كده يا والله ذاك الجمس اللي كده قلت لا أقل فيه نفسي لا إلا الله هنا مثل جمس أخوي أبوه محمد قليلي يعني فيه أبوه محمد أبوه يومي لا أبوه يومي الشاهب قاله وقل لكم وين راح عبد الله قالوا يا ابن الحلال الرجال مسخن وراح يدفى في جدة قالوا الدنيا يدفع عنده يا الله لك الحمد ارحبوا يا الله حيو الوالد الوالد قدام شي تكلمت عن موضوع وانا شفت بعيدا